قلبك بالأماني كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صد بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخوي وحبيبي كوكب اللي هذه هو أهم كوكب بدون مبلغة والله أهم كوكب هنطلعه ونحاول نتعرف على سكانه ونحاول نحن نتخلق بالخلق الجميل اللي موجود في الكوكب ده لأن بدون الخلق ده لا تصلح لنا لا عبادة ولا طاعة ولا نافلة ولا فريضة ولا أي شيء لا يقبل منا أي عمل من الأعمال إلا بأن نتخلق بخلق أهل هذا الكوكب أخوي وحبيبي في عجالة سريعة تعالى نركب سفينة الفضاء ونطلع فورا في التول لحظة على كوكب الإخلاص اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص واجعل أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي أي شيء في الدنيا لا يصلح بدون إخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يبد أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى تعالى بسرعة عشان ما يضعش الوقت تعالى نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده وكان أول قصر عليه منه وإحنا داخلين ملفت للنظر جدا هو قصر الصديق أبي بكر رضي الله عنه أرضان اللي عمل أعمال لا تخطر على قلب بشر وكلها كانت ابتغاء مرضات الله والذي شهد له ليس أنا ولا أنت وإنما شهد له الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لو تفتكر حضرتك أبو بكر لما شاف بلال رضي الله عنه ورده يعذب وإذا به يقول حينما وجد بلال وهو يعذب ويقول أحد أحد يقول ينجيك الله الواحد الأحد ولم يكتفي بذلك بل ذهب وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فكان من بين من أعتقهم بلال فقال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده يعني بيقولوا أن أبو بكر عمل كده لأن بلال أكيد قدم له معروف قبل كده هو من باب قدم السبت عشان تلاقي الحد فسكت أبو بكر ولم يتكلم ولم يلتفق فنزل قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقل الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر فالذي شهد له أنه عمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أخوه حبيبي في الحديث الذي رأى أبو ناود بسندا صحيح أن عمر بن خطب لما ندب النبي أصحابه للصدقة جمع نصف ماله وذهب إلى النبي وقال والله اليوم أسبك أبا بكر إن شاء الله إن كنت سبقته يوما يعني إن شاء الله أنا ناوي النرض أسبأ أبا أبو بكر مرة قال فوضعت نصف مالي في حجر النبي فقال النبي يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم مثلا يعني زي ما سبت النص هناك قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني ووضع ما له كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله الله أكبر شفت أديه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورده جماعة بذل نفسه وأولاده وسرته وماله وكل ما يملك من أجل خدمة هذا الدين ومن أجل خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق أن يكون الرجل الأول في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الأصر اللي قدامه على طول مباشرة مش محتاجة كلام ده أصر عمر بن الخطاب اللي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي يوم بعدي لكان عمر ومستحيل يكون فيه نبيه مش مخلص وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسانه عمر موقف جميل جدا ومؤثر جدا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أهنس ابن مالك شافه هو داخل بستان فقاله وقفت وراء الجدار بتاع البستان عشان نسمع نشوف عمر بيقول إيه وإذا بعمر بن الخطاب بيكلم نفسه شوف في آخر إخلاص عبده فيه ما بينه وبين ربه جل وعلا بيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن والله لتتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك الله الله أكبر حق لعمر بن الخطاب إن يحصل له كرمات عظيمة جدا سبحان الله بسبب إخلاصه لله جل وعلا عمر بن الخطاب اللي بيقول وافقت ربي في ثلاثة مواطن وهو الأصل أني وافقني ربي هو قال رأي وفلان الرأي وفلان الرأي فجاء القرآن موافقا لرأي عمر لكن من باب التأدب مع ربنا قال وافقت ربي في ثلاثة مواطن وكان ينزل القرآن فعلا موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب اللي من إخلاصه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان وسالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك عمر بن الخطاب اللي رضي الله عن ورداء اللي في يوم الأيام لما عمر بن العاص لقى أن أهل مصر بيجوا في يوم معين كده في شهر بقونا بيشتروا أجارية من أهلها بتمنها أو بتقلها دهب وبيحلوها بالدهب ويرموها في النيل عشان يرضوا النيل عشان النيل يفيد عليهم من الماء فقال إن هذا لا يكون في دين الله ده شرك بالله سبحانه وتعالى فأرسل العمر بن الخطاب قال لقد أصبت وإن هذا لا يكون في دين الله فإذا وصلتك رسالتي فستجد فيها بطاقة خذ هذه البطاقة وألقيها في النيل كان البطاقة مكتوب فيها يا جماعة من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر بيكلم النيل بيكلم جماد ليه؟ لأنه عارف أن كل الكائنات جند من جنود الله والمسلمون هم خير جند الله قال من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك لو كنت بتجري كده جدعانا منك يعني فلا تجري وإن كان الله جل وعلا هو الذي يجريك فنسأل الله جل وعلا أن يجريك فألقى عمر بن العصر البطاقة وقد تأهب أهل مصر أن يرحلوا من أرض مصر بعدها بيوم وإذا بهم في الصباح الباكر يجدون النيل قد ارتفع 16 متر بفضل الله سبحانه وتعالى وقطع الله عادة سوء عن أهل مصر عمر بن خطاب اللي في يوم الآيام أرسل جيش على مسيرة شهر من المدينة المنورة وإذا به وهو في خطبة الجمعة فجأة وقف وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل بعد شهر عاد رجل من الجيش وقال له عمر ماذا صنعتم؟ قال كدنا النهزم لولا أن سمعنا والله صوتا يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل أي تحصن بالجبل يعني خلي الجبل في ظهرك عشان تقدر تقاتل أعدائك بسولة قال فتحصنا بالجبل لما استمعنا إلى هذا النداء ففزنا بفضل الله سبحانه وتعالى فقال عبد الله بن عمر والله إنه لصوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه تعالى نشوف الأصر الثالث والأصور كثيرة جدا لكن هنكتفي ببعض الأصور لأن الوقت لن يكفي تعالى نشوف الأصر الثالث أصر سعيد بن عامر الجمحي اللي بكل أسف بعض المسلمين ما يعرفوش اسمه وما يعرفوش مين هو سعيد بن عامر الجمحي سعيد بن عامر الجمحي اللي في يوم من الأيام عمر بن خطاب رحله وطلب منه أن يكون والي على بلدة حمصة فقال عافني يا أمير المؤمنين لا أريد الولاية ولا أريد الشهرة ولا أريد جاها ولا مالا فقال سبحان الله تجعلون ذلك في عنقي ثم تتخلون عني والله لا تتولين على حمص فقال إنا لله وإنا لا يرجعون اعتبر أنه عشان يبقى محافظ أو والي على مدينة حمص اعتبر أنه ده بلاء أن يكون والي أو يكون رجل صاحب وجاهة أو مكانة سبحان الله فذهب سعيد بن عامر إلى بلدة حمص وعاش عيشة الزاهد المخبت العابد الخاشع بفضل الله سبحانه وتعالى بعد فترة أنت عارفينه عمر بن خطاب كان يحب يطمئن على أحوال الولاء بيعملوا إيه أخبار وميه عشان لو في حاجة غلط يقومها على طول عمر بن خطاب فذهب وقال أهل حمص هل تجدون في أنفسكم شيئا على سعيد بن عامر قالوا لا والله إنه رجل فاضل والله يعني ما رأينا مثل غير أننا نحمل عليه أربعة أشياء فبكى عمر بن خطاب وقال اللهم لا تخيب ظني في هذا الرجل فما علمته إلا من خيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ما هي إيه الأربع حاجات قالوا له لا يجيبه أحدا بالليل لما النادي عليه بالليل لا يمكن ينضع لحد التانية إنه كان لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار يعني بعد ما يصل للفجر وإجلس لحد الشروق كان يخرج لنا مثلا إيه قبل الدور مثلا بساعة أو ساعتين كان لا يخرج حتى يتعالى النهار قالوا له والثالثة في يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا قالوا له الرابعة قالوا له الرابعة إنه أحيانا في مجلس الحكم أحيانا يحصل له شيء من الصرع فيصلع ويلقى على الأرض فقال أجب يا سعيد قال عافيني يا أمير المؤمنين قال والله لا تجيبنا لابد أن تجيب لازم أن أنت تفتع عن نفسك التهم ليت فقال سعيد بن عمر أما الأولى أني لا أخرج لهم بالليل فقد جعلت النهار لخدمة الرعية وجعلت الليل بين يدي الله أناجي ربي وأبكي وأصلي بين يديه سبحانه وتعالى فبكى عمر وقال الحمد لله أما الثانية قالوا أما الثانية فإني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار فإني رجل فقير لا أجد خادما ولا أجد من يعينني وامرأتي مريضة فأنا أطيب لها المكان وأنظف لها المكان وأعد لها الطعام والشراب ثم أخرج إليهم بعد ذلك فحمد الله عز وجل عمر بن الخطاب وقال والثالثة قالوا أما الثالثة فإني لا أخرج إليهم في يوم من الشهر لأنني لا أمتلك إلا ثوبا واحدا فأغسلوا ثوب في هذا اليوم وأنتظروا حتى يجف ثم أخرج إليهم فقال عمر الحمد لله والرابعة قال أما الرابعة فإني أسرع أحيانا في مجلس القضاء أو مجلس الحكم لأني كنت في الجاهلية أو كنت قبل أن أسلم قد حضرت مصرع خبيب بن عدي وهو يقتل وأنا لم أستطع في هذا اليوم أن أنصر خبيب بن عدي فلما تذكرت هذا المشهد أو أسرع خشية أن يؤاخذني المولى عز وجل لما لم تنصر خبيب بن عدي فقال عمر الحمد لله الذي لم يخيب رجاء أو ظن في هذا الرجل فما علمته إلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده هذا الصحابي الجليل سعيد بن عمر كان له قصر عظيم جدا في كوكب الإخلاص تعالوا نشوف مين تاني كان لي قصر في كوكب الإخلاص سفينة حد من حضراتكم عارف مين هو سفينة سفينة ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش اسمه سفينة كان في إحدى الغزوات الصحابة تعبوا جدا من شيل الأشياء الأوراب بتاعتهم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نجد من يحمل هذا المتاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى نحمل يدي على المولى بتاعه وقال أبسط يديك هكذا فستكون سفينة بإذن لأي ستكون في قوة السفينة فحمل المتاع على يديه فما كان يشعر بتعب حتى قال والله لو وضعت ناقتين على عنق بعد دعاء النبي والله ما شعرت بتعب أبدا لأني صرت في قوة السفينة سفينة رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام ركب سفينة فلما ركب السفينة تحطمت السفينة دي تغرق كل الناس معاه إلا هو تعلق بلوح من الخشب حتى وصل إلى جزيرة من الجزر يقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه نجى من البحر طلع على الشط لأي نفسه قدام أسد سبحان الله أرزاق يعني وخبالك يعني انطلع من البحر لأي الأسد قدام قال فخشيت من الأسد ولكن خشيتي وخوفي من الله كان أعظم من خوفي من الأسد فنظرت إليه وكل تلتمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث وإذا بالأسد ينظر إليه ويرجع إلى الوراء وكانه يقول اتبعني امشي ورايه قال فمشيت وراي الأسد والأسد كل شوية يلتفت وينظر إليه ثم يمشي أمامه لحد ما وصلوا إلى المكان طالع منه دخان يعني فيه ناس موجودين في المكان دو بيشو لحمه بيستقبل الضيوف ثم نظر إليه الأسد قال سفينة فوالله لقد غرورقت تعين الأسد بالدموع وكأنه حزين لفراقي من الذي سخر الأسد لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم إخلاصه لله جل وعلا وحبه لله وإن من شيء إلا يسبح بحمده وما من دبة إلا هو آخذ بناصرتها فالمولى عز وجل هو الذي سخر قلب الأسد حتى يكون رحيما بسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان أعظم قصر في الكوكب ده كالعادة هو قصر سيد المخلصين سيد الأولين والآخرين الذي علم الكون كله الإخلاص حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخونا وحبيبي هل تتخيل حضرتك إن فيه إنسان على وجه الأرض أخلص من النبي محمد ده النبي هو اللي علم الكون ده كله الإخلاص هو اللي علمنا إزاي إن إحنا يكون لنا خبيئة من عمل نخلص فيها بيننا وبين الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله عز وجل مننا هذه الأعمال طب تعالى في أجالة سريعة نشوف مجالات الإخلاص أنا نعصت إن أنا أبقى مخلص أبقى مخلص في إيه مجالات الإخلاص كتيرة جدا لأنا أختار بس إيه بعض العناصر السريعة كده عشان نعرف إزاي نخلص وإيه هي الحاجات اللي ينبغي ويجب علينا أن نخلص فيها أول حاجة ودي أعظم حاجة إخلاص التوحيد لله أصل الأصول فالإسلام عقيدة تنبثك منها شريعة تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم العقيدة ليس أمرا ثانويا ده أصل الأصول أصل الأصول إن أنت تكون موحد وإن أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خبلك يبتغي بذلك وجه الله بل أخوي وحبيبي هتفوز بشفاعة النبي لو أخلصت التوحيد لله حديث البخاري أيضا عن أبو رايل أنه سأل النبي وقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال له صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي اللي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبي ليس من أجل جاه ولا من أجل دنيا ولا من أجل شهرة ولا من أجل خوف ولا غير ذلك قالها خالصا من قلبي فهذا يفوز بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأول حاجة إخلاص التوحيد لله وعشان كده محتاجين نقرأ في كتب العقيدة ومحتاجين نفهم يعني إيه التوحيد وعني إيه عقيدة ويعني إيه توحيد الربوبية يعني إيه توحيد الألوهية يعني إيه توحيد الأسماء والصرات محتاجين يا مسلمين نتعلم ونفهم الأمور دي كلها دي ده فرض عين على كل مسلم يعلم عقدته ويفهم يعني إيه العقيدة ويفهم يعني إيه التوحيد دي مسألة مهمة جدا الحاجة التانية إخلاص التوبة في الحديث اللي في البخاري ومسلم كلنا طبعا عارفين قصة الرجل اللي قاتل 99 نفس الرجل ده عايز يتوب هو رجل مخلص بجد مخلص قال دلوني على أعلى مهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض والعابد قضي عبد الله عز وجل على جهل فذهب إليه قال له هل لي من التوبة قال له عملتي قال له قتل 99 نفس قال له طبعا لا يعني قتل 99 نفس وجاعز توب ملكش توبة فالتاني قال خلاص مدامنا رايح رايح ركتر الفضاح راعت له واخد بالك ورحمة كمل بالمية كمل بالمية وما زال رجل مخلصا فعلا نفسه يتوب قال دلوني على أعلى مهل الأرض فالمرة التانية دلوه على أعلى مهل الأرض فذهب إليه وقال يعني أنت عارفين طبعا القصة كلكم قال له أريد أن أتوب قال ماذا صنعت قال قتلت مئة نفس هل لي من توبة قال أجل ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن أخرج من أرض السوء التي أنت فيها وذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم فذهب منتصف الطريق كان ملك الموت في انتظاره قبض روحه طيب قبضت روح هذا الرجل إيه اللي يحصل؟ المولى عز وجل أرسل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا يعني فعلا رجل مخلص جاء تائبا وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قد تدرسا ما عملش أي خير فالمولى عز وجل تكرمة لهذا العبد يرسل ملكا في صورة بشر ويقول أنا أحكم بينكم قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبل واحد فقبضتهم ملائكة الرحمة في الواية تانية أن المولى عز وجل أمر الأرض بكل من عليها وما عليها أمر أرض التوبة أنت قاربي وأمر أرض المعصية أنت بعدي فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبل واحد فقبضتهم ملائكة الرحمة رقم ثلاثة الاخلاص فيه فين تاني يا جماعة او في ايه تاني ايه مجالاته الاخلاص في الحب في الله قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان كم من ظنها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله شفت ديه ان انت لما تحب إنسان ما تحبوش إلا لله لا من أجل منصب ولا من أجل جاه ولا من أجل فلوس ولا مصلحة ولا من أجل بقدم السبتة ده من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجلان تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرقوا على ذلك ايه تاني من المجالات الاخلاص الاخلاص في الصلاة اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عنده النساء بسلد صحيح النبي بيقول ايه من أتى فراشة بالله عليك ركز معاه في الحديث كده من أتى فراشة راح نام وهو ينوي ينوي باخلاص بقى من نية بقى وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صداقة عليه من ربي يعني هو داخل ينام فنوى باخلاص ان هو يقوم يصلي قيام الليل ويصلي صلاة الفجر غلبته عنيه نام لحد الصبح ايه اللي حصل اتكتب له كل قيام ليل وصلاة فجر وكان نومه صداقة عليه من ربيه جل وعلا الحديث الثاني روى احمد بسندا صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضى فيحسن الوضوء ثم يقوم فياركع ركعتين يقبل عليهم بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة وغفر له ولذلك كان الحسن رضي الله عنه ورضاه لما بيسألوا كيف كنتم تصلون على العهد النبي قال لهم ايه قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصلاة اللي هو اضق من الشعر واحد من السيف وكأننا وقوف على الصلاة والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله ثم اذا قدية الصلاة لا ندري اقبلت ام ردت علينا اخلاص نية واتقام في العبادة وخشوع لله سبحانه وتعالى اخلاص في ايه تاني يا جماعة الاخلاص في الانفاق النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسلة في الانفاق وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتيه جبريل يدارس الكرآن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل يقوله من قبل ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ليه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور الله اكبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما ندب المسلمين للصدقة منهم من جاء بألف دينار ومنهم من جاء بكذا ومنهم من جاء بكل مال ومنهم من جاء بنصف مال ومنهم من جاء بعنقود من عنب ومنهم من جاء وقال اللهم انك تعلم اني لا املك درهما ولا دينار فاللهم اني اشهدك اني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني او سبني او اذان فقد سامحته لله وانت اولى بالمسامحة يا رب العالمين الله اكبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين ان من دم السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الصدق واخلاص مع ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ايضا كما في الصحيحين ان المسلم اذا انفق على اهلنا فقتل وهو يحتسبها كانت له صدقة وبمناسبة نحن في شهر الصيام يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايضا الاخلاص بالصيام قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبي حديث ثاني من قام رمضان ايمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبي حديث ثالث من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبي اخلاص في ايه تاني إخلاص في طلب العلم إخلاص في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كام ولادة أمه وعند ابن ماجهة بسنة زنة صحية قال صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة الله بيعلمنا إزاي نخلص النية لله وأخواني وأحبابي كمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله السبع كلهم بيجمعهم الإخلاص خب بالك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله أول واحد إمام عادل من اللي بيجبر الحاكم أن يكون عادل حد بيجبره ده هو بإشارة منه بيعمل أنه عايزه في الأمة كلها ورغم ذلك هو عادل ليه لأنه مخلص النية لله لأنه بيراقب ربه عز وجل وعارف أن ربنا مطالع عليه أدي إمام عادل تاني شابه النشأ في عبادة الله إيه اللي بيجبر الشاب أن ينشأ في عبادة الله ما يقدر يقش حياته ويتمتع ويعمل اللي هو عايزه لكنه عارف أن ربنا مطالع عليه فهو مخلص النية لله فنشأ في عبادة الله وبعدين رجل قلبه معلق في المساجد حد بيجبره على كده أبدا إخلاص النية لله رجلان تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك بحبك لله وما بحبكش عشان مصلحة وما بقدمش السبت عشان نلاقي الحد إخلاص نية لله رجل دعتهم رأة ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل مخلص رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه برضو عنده إخلاص ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أخوي وحبيبي من دون مجالات الإخلاص أيضا الجميلة الإخلاص في الدعاء الله قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند التلميذ بإسنات حسن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة خل عندك حسن ظن بالله ولما تتهي اخلص النية لله سيدنا يا كريمة فاكر حضرتك لما النبي دخل مكة وأمن الناس جميعا إلا أربع من الرجال وامرأتين قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولما ممسكين بأسطار الكعبة كم من ضمنهم أخوي وحبيبي يا كريمة بن أبي جهل راح ركب سفينة وهرب قال خلاص مدام النبي دخل أكيد هيقتني لأنه يعني أحل دم خلاص فأنا أهرب بقى واطل في حتة فلما هرب وإذا بالأمواج يعني تعلق وتضطرب وحال البحر لا يستقر والأمواج بقى عاتية جدا والسفينة هتغرأ فإذا بربان السفينة يقول أيها الناس أخلصوا في الضعاء فإنه لا ينفعكم ولا ينجيكم هنا آلهتكم التي كنتم تعبدون وإنما ينجيكم الله عز وجل الذي في السماء فإذا بأكل ما يقول والله لئن كان لا ينجيني إلا الله فوالله لئن نجاني الله عز وجل لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يديه فلا أجد أنه عفوا كريما برا رحيما صلى الله عليه وسلم وبالفعل عاد عكرمة بعد أن نجاه الله عز وجل وكانت زوجة أم حكيم كانت أسلمت وخدت عكرمة وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يعف عنه فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأكرمة يقول والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافه في نصرتك لما مجاهدا عابدا قانتا لله إلى أن وصل إلى معركة اليارموك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال من يبايع على الموت فبايع ربعمائة واحد وقام يقاتل مع هؤلاء الناس حتى قتل شهيدا وهو ينطق كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حديث تفتيكي الكتابة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه فقال للناس التامس لي محمد بن واسع محمد بن واسع ده من خيرة التابعين فوجدوه متكئا على عصاء رافعا يديه الاسماء يقول يا رب اللهم نصرك الذي وعدت فعادوا إليه وقالوا يا قتيبة وجدناه رافعا يديه الاسماء يدعو قال أبشروا أبشروا والله بالنصر فلا أصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من مئة ألف شاب طرير ومن مئة ألف سيف شهير بفضل الله سبحانه وتعالى وجاء النصر بفضل الله أخوي وحبيبي ده إسلام عمر بن الخطاب كان بسبب إخلاص دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمزي بسندا صحيح أن النبي كان بيقع بهذا الدعاء اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل وعمر بن الخطاب فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم بفضل الله كان النصر يوم بدر ويوم الأحزاب كان أيضا بفضل الله أولا ثم بإخلاص الدعاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقم عشر أخوي وحبيبي إخلاص النية في طلب العلم أخوي وحبيبي حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته وعند ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله آخر حاجة إخلاص النية في طلب الشهادة قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أكيد محتاجي أن نتخلق بهذا الخلق إخلاص النية محدش ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى الدنيا دي كلها مش هتنفعك الكون ده كله لو مدحك ولكنك عند الله مزموم فلن ينفعك أحد ولو كنت مزموما عند الناس ولكن الله عز وجل يحبك فلن يضرك أحد أخوي وحبيبي من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل جدد نيتك دايما قول يا رب اجعل قلبي بكل ما فيه خالصا لوجهك يا رب اجعل صلاة خالصة لوجك يا رب اجعل أعمالي خالصة لوجك اجعل عبدتي اجعل أعمالي اجعل إنفاق اجعل تربيتي لأولادي اجعل أي شيء يا رب أنا بعمله يا رب خالصا لوجك ودايما نجدد النية أخوي وحبيبي وما أمر إلا ليعبود الله مخلصين له الدين أخوي وحبيبي يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه والله العظيم حديثي أطعى القلوب الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة بسبب فقط عدم إخلاص النية لله قارئ الكرآن اللي ممكن يكون في أعلى درجات الجنة يعني بكل أسف كان أول من تصعر به النار لو كان لأنه لم يخلص النية لله لكنه لو أخلص النية لله سيكون في أعلى درجات الجنة المجاهد اللي هو أعلى درجة بعد الأنبياء والصدقين برضو إن لم يخلص النية لله سيكون أول من تصعر به النار والمنفق سيكون في أعلى درجات الجنة لو أخلص النية ولو لم يخلص النية لله سيكون أول من تصعر به من نار يوم القيامة أخويا حبيبي ربنا يجزقني وإياكم الإخلاص في النية وفي القول والعمل والحال يا رب العالمين تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية علشان نطلع بكرة رحلة جميلة جدا لسفينة الفضاء لكوكب تاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى أليه وصحابه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معنا يا الله وانلى قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمنا ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر